حدثنا سعيد بن منصور قال عبد الله حدثنا هو أبي عنه وهو حي قال حدثنا حجر بن الحارف الغساني من أهل الرملة عن عبد الله بن عوين الكناني وكان عاملا لعمر بن عبد العزيز على الرملة أنه شهد عبد الملك بن مروان قال لبشير بن عقربة الجهاني يوم قتل عمر بن سعيدي بن العاصي يا أبا اليماني إني قد احتجت اليوم إلى كلامك فقم فتكلم قالا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قام يخطب لا يتميس بها إلا رياء وسمعة أوقفه الله عز وجل يوم القيامة موقف رياء وسمعة